خاركتي بره العالم وروحتي إلى عالم افتراضي لحد ما عملتها ازاي وشرحتيها ازاي في كتابك وحبيتي ازاي توصليها للقارئ طيب انا قريت في الفيزيكس كتير جدا في الفترة اللي كنت بعمل فيها النافل دي لان مينلي الموضوع كله قائم على الثقب الدودي ففكرة الانتقال الى ابعاد اخرى وعوالم موازية الفكرة دي بقت منتشرة مؤخرا المالتي بيرسز فالناس تنولتها بطريقة مختلفة سوبرهيروز والحاجات دي كلها بس اي فالت لكن ماذا لو انت رحت البعض الاخر ده وشفت نفسك وانت شخصية تانية خالص وحياتك كلها مختلفة واختياراتك مختلفة انت كنت هتحب تبقى انت ولا البني ادم التاني ده لو عندك حرية الاختيار بانك تختار ما بينك وما بين البني ادم ده لو ينفع تاخد مكان وتاخد حياته هل هتعمل كده ولا في الاخر هتبقى عايز ترجع لحياتك اللي فاته ومن وجهة نظر الككاتبة تفتكي حد ممكن يحب يعمل كده ولا هيحب حياته اكتر لما يشوف الحياة التانية او لما يشوف حياة الاشخاص التانية الحاجات اللي مش في قدينا دايما بتلمع ففي الاول هتبقى مبهور جدا بالحياة التانية مبهور بالحاجات اللي انت مش عندك بالزبط بعدين باي تايم انت هتحس ان مش ده اللي انت اكتش يكت عايزه فعلا مش ده اللي انت محتاجه حتى لو ده اللي انت عايزه مش ده اللي انت محتاجه مش ده اللي هيخلي حياتك احسن فهتبقى مفتقد جدا السيناريوهات كلها اللي انت مكنتش حبيبها واللي انت مختارهاش احساس الخوف احساس انت ركزت عليه في روايتك وشرحتي والبني آدم يمكن كتير بيحاول يقاوم أحسيس الخوف بشكل عام الخوف من المستقبل الخوف من حاجات إحنا ما نقدرش نتحكم فيها أو إحنا ما عندناش القدرة على التحكم فيها الخوف بشكل عام شرحتي إزاي؟ وإيه أكتر النقط أو إيه أكتر الأشياء اللي لقيت إنه حقيقي البني آدم بجد بيخاف منها البني آدم حياته كلام أتوقف على الخوف وبيخاف من كل حاجة بيخاف من الفقت بيخاف من الموت رغم إنها الحقيقة الوحيدة اللي في حياتنا بيخاف من الفشل رغم إنه عادي جدا هيفشل طبيعي بيخاف من كل حاجة ففكرة إن أنا كتبت ده إزاي لأهو أنا حسيته وإنا كتبت اللي أنا بمر بي كل يوم ممكن أبقى صحية خايفة اليوم ما يعديش بشكل مناسب أو خايفة ما يحصلش لأنا مستنيا النهاردة أو 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 فهما الأبطال عدوا بنفس اليوم معاي فهو خايفوا طبعا وكانوا شايلين من الهم ده شكرا